تعالوا أنا عايزة بس أعرض عليكم الإنفو جراف ده علشان تبدأ تشوف وتعرف ودي حاجة مهمة جدا وتشوف حقائق وأرقام ونسب ده حقك بالمناسبة يا كمواطن إنك تبقى فاهم موازنة الجمهورية الجديدة بتعمل إيه في دعم الحماية الاجتماعية طيب موازنة الجمهورية الجديدة إزاي بتلتزم بالاستحقاقات الدستورية للخدمات ماشي؟ تعالوا كده نشوف إليه الإنفاقات يعني أنت خدت بالك خلا وتاخد بالك الدستور في مجموعة من المواد المتعلقة بشكل وبنسب الإنفاق وبزيادتها وما إلى ذلك حياة المواطن الاستثمارات التنموية إلاخ 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 تعالوا بص كده نشوف مع بقى بس هي المسألة عايزة إيه؟ آه نصغرها بس سنة العنوان زي ما حضراتكم شايفين موازنة الجمهورية الجديدة دعم نظم هنصغر سنة كمان دعم نظم الحماية الاجتماعية والالتزام بالاستحقاقات الدستورية للخدمات الموازنة هنا هي الأعلى إنفاقا على كل من تحسين جودة أخذ بالك من كلمة جودة حياة المواطن والاستثمار التنموي الفرق كبير جدا يا جماعة ما بين كلمة النمو والتنمية في مرحلة من المراحل في هذا الوطن العظيم العزيز كان بيحصل نمو اقتصادي ما قدرش أقولك لأ هبقى كذب ومش منصف ومش عادل بس كان دايما السؤال هل النمو اللي اتحقق ده يعني وصلنا في مراحل إنه النمو كان سبعة واربعة من عشرة ودي نسبة عالية كويس ما يش قليل على الإطلاق كان ممكن نحقق أكتر من كده بس مش دي قصة نسبة عالية السؤال بقى هل انعكست على المواطن؟ لا ما انعكستش طبعا ما انعكستش طيب كويس خالص ولما هي ما انعكستش ده معنى إيه؟ إنه ما حصلش تنمية المواطن مش شايف حاجة مش حاسس بحاجة بيصحى زي ما بينام اللي بنصبح فيه بنباد فيه هو هو طيب كان النمو ده في الأخ خالص بيؤدي إلي إيه؟ أو بالأصحة بيصب في مصلحة مين؟ بيصب في مصلحة مجموعة منهم طغمة باقسة من الفاسدين ومنهم ناس مقدرش يوصفهم بالفساد بس في النهاية كان بيصب هذا النمو فيه مصلحتهم المباشرة جدا ألا وهو تضخم السروة طيب فلتضخم السروة أهلا وسهلا بس لازم يبقى فيه تنمية لازم يبقى المواطن حاسس طيب تعال نشوف هنا إيه اللي حصل عندنا في بلامح موازنة العام المالي 22-23 الإرادات والمصرفات العامة بص يا سيدي في 21-22 31-18 تريليون جنيه تريليون والتريليون هو ألف مليار والمليار هو ألف مليون عشان تبقى حضرتك عارف ده 21-22 زدنا قد إيه؟ بقينا 1.5 تريليون إرادات ومصرفات عامة طيب نسبة الزيادة في إجمال الإرادات العامة إجمال الإرادات الزيادة قد إيه؟ 15.4 من 10 يعني حصل زيادة وهو لما بيحصل زيادة في الإرادة ده معنى إيه؟ معنى إن في نموه طيب تعال نشوف إجمال المصرفات كانت 1-8 المصرفات العامة 1.8 من 10 تريليون في الموازنة بتاعت 21-22 نيجي على 22-23 ده بيان مقدر بقت 2-1 من 10 فهنا نسبة الزيادة 16.7% طيب تعال نروح للإستهدفات أو المستهدف مستهدف المؤشرات الاقتصادية خلال العام المالي 22-23 ده اللي هو هيبدأ تقريبا بعد تقريبا شهر ونصة أقل كمان تعال كده نشوف طيب معدل النمو الاقتصادي أنا في 21-22 كنت 5-7 من 10% طيب أنا هقل في 22-23 هقل ليه علشان أنا وحش أنا الدولة وحشة لا ما هو لو أنا مش شايف إن في حاجة اسمها حرب روسيا وأوكرانيا لو أنا مش شايف على الأقل حتى يا أخي ده لسه فيه العنوان اللي كان بيتكلم فيه أو اللي بتكلم فيه قميمة ونهة انت جاي 20 دولة تتعهد بمش عارف تأمين أوكرانيا واشنطن مش عارف بتقول احنا مش هنوقف الدعم بتاع تسليح أوكرانيا يعني العالم كله مستنفر العالم أوروبا الغربية بأمريكا الشماء كله مستنفر الكل يعاني معدلات التضخم اللي خبطت كل أسقف التوقعات اللي كانت مش متخيلة حد يتخيل حد يتخيل أنه التضخم في انجلترا 9 من 10 ورئيس الوزراء نفسه بوريس جونسون يقولك هو هيوصل 10% حد كان يتخيل ده طيب فهنا لما يبقى معدل النمو الاقتصادي 5 و 7 من 10 فاللاقيينه في 22-23 هايبقى 5 ونص في المية في حين انه في دول دول حوالينا مش هقولك بعيد حوالينا كويس وعندها بنية صناعية أكبر من اللي عندنا أو كانت أكبر من اللي عندنا وكان عندها معدلات نمو أعلى من اللي كانت عندنا معدلة تضخم فيها وصلت لـ 70% يا رجل وبالرغم من ذلك انه دول تعلن إفلاسها ودول تقولك خلاص احنا مش نقدر نوفي احتياجات الموطنين ودول تيجي تقولك احنا مش نقدر نمد مظلات الحماية الاجتماعية أكتر من كده انت في مصر بتتعهد بالمزيد من مد مظلات الحماية الاجتماعية وكمان تحافظ على معدلات نمو بإذن الله لنت قل عن 5 و 5 من 10 عايزه أقولك يا لو بقت 5 من 10 5% بس مفيش عندي أزمة ده لو 4 و 5% ما عنديش أزمة بتحقق نمو في أسوأ كرثة اقتصادية جات على العالم طيب تعال نشوف الفائد الأولي يعني نسبته من الناتج المحلي الإجمالي فائد أولي خد بالك فائد طيب في 21-22 عندنا النسبة 1 و 2 من 10% هتزيد في 22-23 هتبقى 1 ونص في المية يعني الفائد الأولي يزيد طيب هل ده معناه أن العجز يقلقى طبعا بص بقى هنا كان 6 أو في العام المالي اللي بيخلص ده 6 و 2 من 10 هينزت إيه هتقولي نازل 0.1% لك بس نازل عارف إنت الناس اللي هي مش عجبها العجب والله العظيم طيب بين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 85% هينزل في 22-23-84% بالمناسبة لو ما كانش في حرب كان هيبقى 81% مش بتاعتنا إحنا الحمد لله لا حاربنا حد ولا عادينا حد ولا إحنا عندنا حربنا على الإرهاب والسلام عليكم إحنا معملناش حاجة وحشة في الاقتصاد ما تقاعصناش مش قاعدنا بنتفرج وماشتغلناش إحنا اشتغلنا بدليل إن أنا بحقق نمو بدليل إن أنا بقلل العجز بدليل إنه حتى في ظل أزمة مالية وحرب كبرى بتعصف باقتصاديات العالم فأنا بعمل بقلل النسبة بتاعة النسبة بتاعة الدين الأجهزة أو أجهزة الموازنة العامة من 85 إلى 84 طب متوسط عمر محفظ الدين أجهزة الموازنة ثلاثة ونص سنة هيبقى ثلاثة وستة من عشرة زيادة طفيفة جدا تعالا نروح للبعد هم كلهم ست صفحات كده هنخدهم في السريع إن شاء الله أتمنى بس أن أنا أشرحهم لحضراتكم كويس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر